بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم في الفيديو دا ان شاء الله نتكلم به عن الأسكاريس لومب tasked عايزين عرفه الحاجة الأسكاريس دي جاي منين الأسكاريس دي واحده من النيماتوض عملنا من قسم البارك كلها إلى هلمانتوز وبروتوزوة وارثروبوت الهلمانتوز نسمها اثنين فهين مفلطحة بنسميه الفلاتي هلمانتوز وي دي دان راوندد فمسميه النيماتوض الفلاتي هلمانتوز كانايل تريماتوز والسيستوز ودهو خلصناه فكانت الاسكارسلومبريكاولي واحدة من الفاسميد نيماتوز نبدأ بقى فيها الجيوغرافيك ديستربيوشن بتاعها موجودة في كل العالم يعني ما فيها لهاش حتة معينة عادة فيها او حتة لا بتحب قوي الحتة اللي بتبقى وورم بطاط فيها بصفة عامة موجودة ايه في كل العالم الحبيتات بتاعها سمال انتستن بتاع تلمان ودي صورة لسمال انتستن فشلوها بالجراحة وجواها كمية اسكارس رهيبة بصراحة طيب عندنا المفاضي بتاعها هعمل ازاي اول حاجة بتاعها بيبقى لارج الميل من 15 الى 30 سنتيمتر والفيميل من 20 الى 40 سنتيمتر دايما الفيميلز بيكونوا اكبر في الحجم من الميلز والصيز بتاعها بنكد انها بالسنتيمتر هي واحدة من اكبر اني ما تودزل بتافكت الهومن الكلور بتاعها بيبقى every white يعني لون عاجي يعني ابيض مطفي كده زي الوف ويت مش الابيض الماصع يعني المال بتاعها بيبقى ليها 3 lips وليها أصافيكس والأصافيكس شكله cylindrical المال عن الفيميل المال بيبقى coiled ولي 2 minute specules بس من غير copulatory reversal copulatory reversal تشوفك لها في العملي شبه يعني بتاديها شكل في الاخر زي ديل السمكة زي الزونافة حاجة كده زي شيت كده وقعدة فيها specules المهم ان هي هنا مش موجودة خلاص في males بتاعت tip warm sunny هنلاقيها موجودة البosterior end بتاعت الفيميل زي ما احنا متعودين is straight طيب نشوف شكلها كده اي دي كده الفيميل البosterior end بتاعتها ما فيهاش اي مشاكل straight اما ده الميل في البosterior end بتاعته بتبقى cold وزي ما احنا شايفين ما فيهش copulatory reversal طيب خلصنا كده ايه المورفولوجي نشوف life cycle في اي حاجة في البارة انت بحتاج تتكلم في اه يعني في متحان اسي على اربع نوعات اساسية ال infective stage بتاعتها ايه الحاجة اللي بتاعتها ايه الحاجة اللي بتاعت الانفكشن للهومين وايه هي ال diagnostic stage يعني ايه هي ال stage بتاعت من الحياة الورم دي اللي انا هلاقيها في اي اكسكريتها من من الاكسكريتشن بتاعت الهومين وبالتالي انا بشخص بيها ايه هو mode of infection الرابط بقى ما بين ايه اللي كان موجود في ال environment او في اي حاجة وعمل لي اه دخلي ال infective stage دي جوال human وايه هي ال journey فالتالت نقطة الاولين بيبقوا سهلين غالبا كلمتين ثلاثة يعني نقدر نضمن بهم اغلب الدرجات حق له ال journey فيها مشاكل او صعبة شوية فا ايه هي ال infective stage هي fully mature eggs من كلمة fully mature يعني في حاجات تانية اي او ان ال eggs دي بتبدأ immature وده فعلا بيحصل وهنقولها ما هنقوله journey ال diagnostic stage هي ال eggs هي ال egg زي اللي بتبقى فاست فلسطول وهي دي اللي بنشخص بيها في عندي نوعين من ال eggs في fertilized egg وفي un fertilized egg المود of infection بيكون عن طريق ال ingestion of the fully mature eggs اللي الانسان بياخدها من الفود من الووتر او من ال contaminated hand youtube for sanitary طيب هايزين نتكلم اول حاجة شوية عن ال egg اي egg زي ما احنا عارفين في ال bar لازم نعلق على 3s و 2c اول حاجة هنتكلم عنها size size بتاعها بيكون medium shape بتاعها oval special character بتاعها ان هي ليها shell والshell بتاعتها دي بتبقى متقسمة لتلاتة layer اول layer اللي محوطة على طول ال embryo او يعني cells كده ال inner most layer بتبقى non permeable beteline membrane خلاص دي اول طبقة الملاسقة على طول ال embryo والnon permeable علشان تحافظ عليه من اي عوامل تانية بر بعد كده عندي middle layer بتكون thick and transparent خلاص دي الليارة اللي في النص اخر واحدة بقى اللي منبره ويبتديني الشكل المعرج اللي احنا شايفينه ده بنسميها ايه بنسميها outer memelated abominus layer طيب في بعض يعني هي الطبقة الخارجية دي هي اللي بتبقى ملونة وهي اللي دي اللي بتديني لون للأجز تحت ايه المايكروسكوب او هنا حتى في الدياجرامة وحاططها ففي بعض ساعات بعض الأجز ممكن تتعرض لحاجات تخليها تخسر الطبقة الخارجية دي اللي هي بس اخر واحدة انما الطبقتين التانيين اللي مجاوه يبضلوا موجودين فكاد كده كده الطبقة اللي هتبقى من بره خالص هي الطبقة الترانسبرانت فساعتها هتبقى لون الأجز ترانسبرانت كالور بتاعها زي ما احنا قلنا يلاوش براون والكونتنت بتاعتها بتبقى immature في زي ما احنا قلنا ان انا بيبقى عندي الاسور بيبقى للفيرتلايز والانفيرتلايز الانفيرتلايز بتبقى اكبر وشكلها وبالكده اكتر والكونتنت بتاعتها شوية جرانيولز كده بس هي ما فيهاش يعني امريو حقيقي لان حصلهاش فيرتلايزيزيشن ودي الفيرتلايز دي طيب نشوف بقى الجيرني بتاعتها مشي ازاي حكاية كلها تبدأ بواحد امفكتت عمل باسنج من خلال الستول اللي الايك وطبعا فيه فيرتلايز وفيه انفيرتلايز بس الانفيرتلايز دي باتي ما لهاش اي اهمية لانها مش هتديفلوب اي حاجة خلاص خلينا نتكلم بقى عن الفيرتلايز الفيرتلايز زي ما احنا عرفين انها بتنزل اماتيور هتنزل تعد في السويل وتبدأ يحصل لها اماتيور لغاية لما تديني ايه الماتيور او الامفكتب او الامبرونيتد ايك دي تروح تعملي كونتامانيشن للفود او للووتر او للهند اللي موجود جواها طبعا زي ما احنا قلنا الامفكتب ستيج تدخل جوا الهيومن تدخل جوا الهيومن وتروح على small intestine بس هي لسه دلوقتي stage مش هي المفروض تقعد في الانتستان هي محتاجة تعمل شوية تحويرات كده في شكلها علشان هي لتقعد في الانتستان طيب ايه اللي هيحصل تبدأ تهرب من الانتستان تخش من جوا وتوصل على circulation تروح على طبعا ال venus side او يعني تروح على right side of the heart right side of the heart يوصلها فين على اللنج تروح على اللنج وتطلع من ال capillaries وتروح تقعد في الالفيولاي من الالفيولاي تبدأ تطلع حبة 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 على البرونكيونس على البرونكاي على تركيا ومن التركيا تبدأ تنزل على الاوصافجس ومن الاوصافجس تنزل على الانتستان طيب ايه بقى هي التغييرات اللي هي كانت منتظرة منها ان هي تحصل علشان يعني ليه ما عادتش في الاول من الانتستان عشان فيه تغيرات حصلت لها خلال الرحلة دي فمسلا لما كانت في اللنج حصل لها اثنين مولتنج يعني كانت موجودة وغيرت في شكلها يبقى هي دخلت اول حاجة كانت اول حاجة كانت اول لاربا وكانت منساميها ربديدي فورم لاربا بتروح بعد كده في اللنج ويحصل لها اثنين مولتس بعد اول خمس ايام هيحصل لها المولت الاولاني وبعد تاني خمس ايام هيحصل لها تاني مولت وبعد كده تطلع تعمل الحركة دي تطلع الملتراكية وتنزل على الصافجس وتروح على السمول انتستان بيحصل لها اللاست مولتنج وساعتها تعد فترة حبة كده لغاية تعمل يعني تبقى فولي ماتيور وكده هي تبقى جاهزة وانا هي تبروسيد في الانفكشن طيب احنا كده خلصنا خلينا نشوف الباثوجينسس الباثوجينسس بيعتمد على ثلاث مشاكل هاي بتعملهم اول حاجة هي محاجة ما الهجزن بفيها دي حاجة بتاعتي الهوست ايميون ريسبونس تاني حاجة مجرد وجودها في الانتستان وثالت حاجة الفاكت بتاعها على الهوست نيوترشن هنبدأ بالهوست ايميون ريسبونس الهوست ايميون ريسبونس دي خلينا نبدأ يعني الرحلة من الاول دلوقتي اللارفا دخلت من من السمال انتستان وبدأت ميجريت من الانتستان وتطلع على التعادي على الليفر علشان البلاد سبلاي يعني وبعد كده من الليفر تصوب على انفيري بناكافة من انفيري بناكافة على الهوت وتروح على اللغ يبقى الليفر واللغ دلوقتي هي اثنين اورجز مهمين هي عدت عليهم يا ترى هتعمل حاجة والله هي اول مرة لو هي مرادي دي اول مرة هيتعادي والانفكشن كانت لايت مش هيحصل حاجة نما لو دي اول مرة وفيه هابي انفكشن ممكن يحصل او طبعا لو دي تاني مرة لو دي تاني مرة خلاص الجسم بقى قد تحذروا وفيه ميدييترز قبل كده طلعت ويعرف يعمل ايدنتفيكيشن اسرع والدنيا مش هتفقى لطيفة زي اول مرة اللوصفة هي اول مرة غالبا بتبقى ايه اسمتوماتيك بعد كده طيب لو بقى حصلت ريسبونس يعني من الاميون سيستم هتبقى اندفوم ايه هيبدا يحصل الآن LT او في اللونج او في اللافر مكان الائ cuma وهيبدا يحصل作 الجرانيلومة الجسم دي حاجة بتتحرك انا عايز اسببتها في مكانها هيبقى عامل حواليها جرانيلومية يبدا يحصل في الفايبروز و viciousfibrosis دا لو كان في اللافر هقول عليه ان هو hadر bonus و لو كان في اللونج هيبقى ايناف الكلان هذا كله في اللونج يعلم لي ascaris neumonitis سكارس نيموناتس سكارس نيموناتس ليس مثل النيموناتس الممكن ادعب لها شوية الورمس من النيماتوتس وينطج عنها حاجة اسمها اللوفلرس سندروم اللوفلرس سندروم عبارة عن اربع بيكونوا موجودين بيجي بهم العين اول حاجة بيجي بهم ديزنيا زي الازمة بيبقى عنده dry او productive cuff بيبقى عنده moderate fever والترانزيت ازينوفيليا الاربع حاجة دول العين لما بيجي بهم بيبقى بنسميها اللوفلرس سندروم ودي السجاستف للأسكارس طيب البرزنس ان دي انتستن هيعملي ضرر على نحيتين او على جانبين اول حاجة ميكانيكا ليه كون ان هي موجودة والاتاتمن بتاعها والكلام ده كله في حاجة عندي اسمها واندرينج هابتس يعني ايه يعني بدل ما تنزل اللارفة دي تقعد في مكانها طبيع لا هيحصل حاجة تجننها وتخليها مش مستحملة تقعد في مكانها وعايز تهرم المكان اللي هي فيه ده في اي حتة تانية حتى لو المكان ده مش المكان اللي هي متعودة تقعد فيه طيب ايه السبب ايه اللي حصل حاجات مثلا حصل لها بالسبب خلاص ده ممكن يجننها وتخليها عايزة تمشي او ان الانسان ده يبقى عنده fever درجة حرارة وتعلى فهي برض ان تبقى مستحملة او مضايقها دراجز زي الاناسيديا ودراجز كانوا بيعالجوا بيها الانتليستوما زمان دلوقتي وقفوها كل الكلام ده هيجنن الworm ويخليها عايزة تمشي من هنا ممكن تروح فين ممكن تروح على الجول بلادر تسدها ممكن تروح على الفانكرياتيك داكت تسدها ممكن تروح على الاباندكس وتعملك ابنديسايتوس ممكن تعمل حتى فرفوريشن ايه مالهاش دواعي دلوقتي عايزة تطلع من المكان اللي هي في ايه بأي صريحة فهذه اسمها الايه الواندرينج حبتس ثالث حاجة ممكن تعملي كده مغصر ممكن تعملي درجستيب برابلم طبعا احنا شفنا اول صورة هذه هي مش سايبة حتة في اليوم مش موجودة فيها طبعا فيه درجستيب برابلم لاصف ابيطايد طبعا هو هو الاكل اللي بيتصرف حتى لما باكله فيه درجستيب برابلم انا شاب عايزة اكل عشان ما اتوجعش ويبقاندو دارية بالكي فولد ستول طيب ان الجانب الثاني ديو تول ويستيبهودكت اللي هي بيتانديوس زي الارجي كده او استجابة من الجسم ارتكاريا برونكيا الاسما فليكتينيولر نشوف لها صورة كمان شوية كل الحاجات دي نوع من انواع الحساسية من الجسم للويستي برودكس من الجسم كان يبقى ليها كمان نوع او حاجة اكبر كده نيرفوس زي الاريتاباليتي خلاص الغريندينج للتيت انه هو بي يعني معناها الطحن للتيت بس هي بدل ما مثلا بيبقى الطحنة الطبيعي حتى من نعمله للفود لا هيبقى التيت بيحرك الغريندينج للتيت لديه نايتميرز كوغيس و كنفولجنز ممكن تحصل في الحالات الصعبة و غالبا ان الاراضي بتظهر عن sensitive individual عشان كده كانت لهم ايه جزء كبير من الاراضي ممكن طبعا بيبقى اندر ويت وبيل ويبقى عنده جاس ديسانشن في الابدومن لان زي ما حنا شايفين الدودة يعني موجبة معا اخي واجب طيب عندنا اخر حاجة دي صورة اللي هو الفلكتينيولر بيبقى فيه زي ناضيون كده في الاراضي و طبعا بيحاوليها انفلميشن اخر حاجة ان هي بتأفكت الهوست نوتريشن فتعملي طبعا مال نوتريشن و لو جاي كلام ده في طفل فيبقى عنده growth impairment و من اللي بدي اعمل deficiency ل فيتامين اي و فيتامين سي طيب عايزين بقى نعمل دياجنوز الدياجنوز اللي بتاتيها هيختلف حسب الستيج اللي انا فيها هلا انا في migratory stage ولا في intestinal stage لو انا في migratory stage ممكن اعمل bronchial wash هي مش هي ما كتبها موودة في نعمل وش للبرونكاي طيب هو النتائج اللي ممكن تطلعلي ممكن اشوف لان هي عملت اثنين مولتنج يبقى كان الستيج رقم واحد تحولت من واحد الاثنين ده كده اول مولتنج و من اثنين لثلاثة ده كده تاني مولتنج و صالعت لي ثرد ستيج ممكن الاقي فيها اثنين ولا فيها charcut laden prestos اللي هي عبارة عن degenerating اثنين طيب ممكن اعمل gastric wash لو هي لسه في مرحلة انها طلعت من من الاثنين و عايزة تنزل على ال small intestine فعمل gastric wash ممكن اعمل x-ray واشوف changes في ال x-ray طيب احنا لسه مش هكيت مش بنافهم في ال x-ray قوي بس هي الجزء ده هنا كده درجة الدانستي بتاعته مختلفة عن الدرجة التانية فبتوع ال radiology بيفهموا الحاجات ده كويس يعني و بيشخصوا يعني يقدروا يشخصوا بس من ال x-ray دي و طبعا عملت له تحليل دم و شوفت عنده ايه زينوفيلية طيب الحاجة التانية كانت intestinal stage و دي هنا لو عملت له stool analysis ممكن الاقي برضو ال x سوري وال x ممكن اعمل لها concentrating mechanism لو انا شايفة ان العدد ها قليل او السكانتي طيب هاني حاجة ممكن اعمالها ببرده ممكن اعمل بس المراتي هقوله ياخد barium meal يعني هيشرب صبغة خلاص اما مش يشربها الوحدة يعني غالبا بتبقى مع حاجة تانية و يقعد حب حلوين كده كم ساعة و يجي و نعمله اكس راي فدي بتخلي فيه حاجات هتاخد الصوة و فيه حاجات مش هتاخدها فيبقى فيه كنتراست فعرف هشوف الحاجات اللي ايه اللي مش هتاخد الصوة او اللي هتاخد الصوة اي ان كان يعني فهنا ده شكل الانتستن اهو مرسوم و كمية الومز اللي موجودة جوه بطير رأوي طيب احنا كده عملنا دياجنوزة تانيبانة دي تريتمنت المابندازول هو التريتمنت أوف تشويس في الاسكاريس البريبنشن بنعمل ايه بنعمل لهم ماس تريتمنت كله لازم يتحالج يساكن موس كمان يعني اكيد بتتتنقل بصورة اسرع بتتتتنقل بسرعة جدا و هي الساكن موس كمان لان هي الايجز بساعتها بتبقى رزيستنت قوي يعني جفاف ما في معنداش مشاكل كميكالز كتيرة هي بتبقى رزيستنت لها يعني متعايشة مع حاجات كتيرة بقية الايجز ما بتصمتش فيها فعشان كده ده بيخليها يعني بيديها فاكتور انها تفضل قعدة و مستحملة وتفضل تعمل انفكشن لموضة طويلة طبعا نجب نعمل هايجين ايديكيشن لانه جزء كبير منها بنتنقل علشان البور هايجين و نعمل بريفنشن للانفيرومنتال كنتاميشن بالهيمان فيسيس نختم الفيديو بتاعنا بسؤال عايزين نعرف ايه الاستيتمنت من دول اللي هتكون غلط ريجاردين الاسكاريس لمبريكويت اول حاجة بتقول لك كلمة الاسكاريس has a coiled posterior end with a copulatory burst استيتمنت ديه غلط لان احنا قلنا انه عنده coiled up بس من غير copulatory burst الاسكاريس undergo lost mold in the small intestine ده صح احنا قلنا بتعمل اثنين في اللونج وبتعمل اخر واحد في الانتستن اللوفلر syndrome occurred due to immunological mechanism من ده كان صح اللوفلر انها تابع immunological response اما الميكانيكال والويست مكانش لهم علاقة باللوفلر syndrome اخر حاجة الاسكاريس layered shield وديها ثلاثة layer inner most non permeable beta line وبعد كده الاخر واحدة المنبارة المنبارة lemon laided shield اتمنى تكون السفات بالفيديو ده وشكرا